اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج امنية مصرية في البداية النهاردة انا حابة اتوقف عند مشهد سياسي ممكن يدينا رؤية للفكر السياسي للدولة في الفترة الحالية والمستقبلية لما نجي نتوقف النهاردة امام زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للشرق زيارته للصين من يومين هي زيارة الخمسة للصين في فترة توليه الحكم وده لازم يستوقفنا يخلينا نتساءل ليه الرئيس يكسف زياراته الى الشرق من العالم حضراتكم طبعا عارفين ان في المراحل السابقة كانت السياسة المصرية مختلفة اما بتتجه الى الغرب او الى امريكا او الاتحاد السوفيتي قبل ما يتفاكك طبعا ايام الرئيس عبدالناصر وكان بيكون هذا كله في اتجاه دائما احادي الحقيقة الرئيس عبدالفتاح السيسي من يوم ما وصل الحكم هو شغال على فكرة طرق كافة الابواب وعلى فكرة ان مصر لابد ان تكون على مسافة واحدة من كل الاتجاهات السياسية والاقتصادية في العالم وده الحقيقة شيء جميل ورائع وراء عمق استراتيجي علشان كده هنلاقي زيارات الرئيس الى دول العالم تقريبا متساوية وهدفها في البداية والنهاية هو مصلحة مصر الاقتصادية والسياسية وان طبعا ان مصر ما تكونش تحت مصالة نظام دولي معين واحنا كلنا نتذكر ان احنا عانينا من ده في فترات سابقة علشان كده القيادة السياسية دلوقتي شغال على فكرة اننا في مصر بنفتح مجالات الاستثمار الاقتصادي والتعاون السياسي وفي نفس الوقت العمل على محاربة الارهاب الدولي مع كافة النظم السياسية في العالم ممكن انت كمواطن ما تشعرش بده في الوقت الحالي لان مش كل السياسات قصيرة المدى في سياسات طويلة المدى يعني اثرها بيبان بعد فترة لان عمر الدول وسياستها واستراتيجيتها لا يمكن ان تظهر نتائجها من يوم وليلة كل ده بيصب في مصلحة الوطن والمواطن سواء في الحاضر او في مستقبل وانا طبعا اظن ان الامنية المصرية اللي هتلاقيها عند اي مواطن وعند الحكومة اللي بتشتغل لصالح الوطن والمواطن ان احنا نبقى دائما في امان واستقرار نطلع فاصل ونرجع تاني انتظروني بعد الفاصل موسيقى اشتركوا في القناة